السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء الثامن من الفصل الخامس مواصلين الحديث معكم عن طرق تصنيع المواد السراميكي والآن سنتحدث عن البودر ميتاليرجي أو تكنولوجيا المساحيك البودر ميتاليرجي أو تكنولوجيا المساحيك أول خطوة من خطواتها عملية تصنيع السراميك باودر نصنع السراميك باودر عن طريق الطرق المختلفة التي تناولناها في الفصل الرقم 4 وفي حالة المواد السراميكية في الغالب يمكن استخدام عملية الميلينج أما الخطوة الثانية فهي البول ميلينج بليندينج سبري دراينج أوف باودر يوزينج بروسيس أديتيتيف أي أننا نضيف بعضا من الإضافات أصنع عملية التخليط الخاصة بالسراميك ميتيريال داخل البول ميل أو داخل الطحونة التي تستخدم الكوار في الخطوة رقم 3 بنعمل عملية شيبنج للباودر into useful shape أي أننا نشكل المادة السراميكية داخل الشكل المطلوب وفي هذه الحالة تكون مسمها جرين سراميك لأنها تكون لا زالت غير متماسكة 100% إلا أنها تحصل لها نوع من أنواع التماسك والتسلط بعد عملية السنترينج بعد ذلك نقوم بعملية consolidation into adenis من لسك object using centering or firing في الحقيقة في هذه العملية تتم عملية السنترينج أو الفايرينج لماذا؟ لأننا نريد أن نعمل نوع من أنواع التجمد أو التماسك للمادة السراميكية بعد عملية تصنيعها ونستخدم هذا المفهوم إما centering أو firing وسنترينج إحنا تناولناها قبل كده وقلنا أن هي عبارة عن heating to bond surfaces يعني هي عملية تسخين بغرض عملية التماسك الأسطح مع بعضها البعض ثم تأتي الخطوة قبل الأخيرة وهي secondary processing والsecondary processing في الحقيقة قد تكون grinding أو قد تكون cutting أو polishing أو blating أو coating بمعنى قد تكون عملية تلمية قد تكون عملية قطة قد تكون عملية صنفرة قد تكون عملية طلاء قد تكون عملية تغطية ثم بعد ذلك نحصل على final centered ceramic product أي المنتج النهائي من عملية الـ powder metallurgy للمواد السراميكية